اخبار اليوم وسوف تضيف اللجنة العليا للانتخابات اصوات المصريين في الخارج الى اصوات المصريين في الداخل لاعلان نتيجة الاعادة في المرحلة الاولى وبالنسبة للدوائر الانتخابية الاربع التي لم تجري فيها الانتخابات تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة بشأنها وهي الدائرة الثالثة بالاسكندرية دائرة اول الرمل والدائرة الاولى بالبحيرة دائرة بركز ومدينة دمانهور والدائرة الاولى ببني سويف دائرة بن سويف والدائرة الثانية ببني سويف دائرة الوسطى فسوف تحدد اللجنة موعد إجرائها لاحقا وبالنسبة للدوائر التسع وتسعين داخل مصر فلا تزال اللجنة العليا للانتخابات توالي المراجع والتدقيق وفحص التظلمات فيها وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء من ذلك وشكرا لحسن الاستماع